وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا أهو رحلة بلوغ الأشد والاستواء دي كانت من أول رميه في البحر مروراً بتربية فرعون ليه وصولاً لموقف فيه قتل خطأ ما كانش يقصد وساب البلد وجري واشتغل في رعي الغنم عشر سنين واتعرف على زوجته زوجة سيدنا موسى اللي كملت معاه رحلة الحياة وفوسط الظلمة يبعث تنساش أن سيدنا موسى قابل ربنا فوسط الظلمة ربنا بيقول هل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى ناراً فقال لأهله مكثو استني دنيا ظلم مش عايفة نمشي في الصحراء ومكثو إني آنست يعني لقيت نار لعلي آتيكم منها بقبس أو أجدوا على النار يهدى عايز يجيب شعلة يمشي بيها في وسط ظلام الصحراء فلما أتاها نودي يا موسى الفتح والإكرام والتمكين والنبوة جاءت في وسط ظلام تيه الصحراء